ستة أعوام مضت من عمر الثورة وجمهوريتها الثانية فترة زمنية مليئة بالإنجازات والأحداث والتحديات أشعلت ثوار الشمعة الأولى في النفق المظلم فكانت الثورة التي لم تنطفئ جدوتها حتى اليوم وكانت الإرادة التي أبصرت طريقها فلم تنحرف أبدا مسيرة عمرها ستة أعوام أسقط الثوار خلالها نظام المخلوع صالح الفردي التسلطي الفاسد وأقاموا نظاما وطنيا انتقاليا توفقيا وأسسوا مداميك الجمهورية الثانية وفتحوا الباب واسعا أمام شراكة وطنية حقيقية في الحكم وفي الحوار الذي أفضى إلى دليل واضح للانتقال السياسي إلى مرحلة الدولة الاتحادية صامد نظام الثورة الانتقالي في وجه التحديات الاقتصادية والمعيشية المزمنة ولم يواجه الناس ما يواجهونه اليوم من فقدان للأمن والكرامة ومذلة في العيش بفعل الحضور الثقل للميليشيا وسلاحها ومشروعها اللوطني الموتور بالطائفية المستجلبة من إيران تلك كانت هي الإنجازات التي لا تخطئها عين ولا ينكرها إلا جاحد لقد مضت الثورة قدما بأمل كبير إلى أن رتدت عليها مؤامرة حاكتها أياد وأجهزة وأنظمة وسقطت معها المؤسستان العسكرية والأمنية في اختبار الولاء الوطني وتحولت إلى حصان طرواد الذي حمل الرئيس المخلوع إلى ساحة التأثير مجددا ولكن كزعيم حرب متمرد تطارده العقوبات الدولية تجلى ذلك في انقلاب 21 سبتمبر 2014 الذي دبره المخلوع صالح وحليفه اللدود الحوثي ونفد بإمكانية الدولة وعساكرها وبأدوات هدم عديدة لم توفر أي شيء حتى البشر والحجر وكانت ضحيته الأولى سلمية الثورة وسلامها أمر استدعى من ثوار فبراير إعادة التموضع في الأماكن المناسبة وهو الإجراء الذي قاد العشرات منهم من الساحات إلى الجبهات لكن تحت مظلة الوطن وعلم الدولة ودستورها وقيادتها الشرعية وكان العنوان الأبرز لهذا التحرك هو التضحية من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها المنهوبة ومن أجل الأمن والسلام والاستقرار والمواطنة المتساوية على طول المسافة الزمنية الممتدة من لحظة الثورة في الساحات إلى النضال في الجبهات لم يكن الإنقلاب وحده الذي استهدف وجود ثورة الحادي عشر من فبراير فقد تظافرت في مهمة تشويهها وشيطنتها منظومات إعلامية واسعة ومطابخ الشائعات الكثيرة وحلف واسع لا تحده حدود ولكنها بقيت الثابت الذي يمنح معركة السعادة الدولة مضمونها الوطني الجامع مثلما أنجزت هدف التغيير فرضت ثورة فبراير أجندتها السياسية وتبلورت بفضلها المرجعيات الثلاث للعملية السياسية السلمية وألهمت اليمنين شكل النظام السياسي الذي لا يقبل التكيف على أساس السلالية أو الجهوية أو الطائفية نظام ينبت من تراب الوطن ويتفيأ ظله الجميع